شكراً للسيد المستشار المحترم شكراً على هذا السؤال أريد أن أذكر بأن الوزارات تتوفر على تمتيليات إدارة مشتركة بين وزارات النقل اللوجيستيك ووزارات الجهاز والماء وتتكون هذه التمتيليات من 12 مديرية جهوية 53 مديرية إقليمية عشرات مصالح التنسيق بين أنواع النقل على مستوى الجهات 57 مصلاحة للنقل الطروقي مزعى على التراب الوطني سعادة لمصالح الملاحة التجارية إضافة إلى مركز مراقبة النقل البحري بطنجة ويعملوا بالمصالح الترابية 567 موضفة وموضف حيث تبلغوا نسبة تقطير 41% وفيما يتعلق بالستراتيجية لتدبير الموارد البشرية فإن الوزارات التوفر على سياسة تدبير مواردها ترتكز على محوارين الأول هو تسوية الوضعية الإدارية لموضفين وفق النظام الأساسي للوظفة العمومية وهنا تدبير المسارات الإدارية للموضفين خاصة عملية ترقية عن طريق الاختيار وتنظيم امتحانات مهنية وكذا الترقية والتعيين في مناسب المسؤولية بالإضافة إلى معالجة حركية الموضفين أما بالنسبة الثاني فهو تأهيل العنصر البشري وتدبير الكفاءات حيث تتوفر الوزارة على دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لتحدد الوظائف المزاورة بالمصالح المركزية والترابية وكذا المهارات والكفاءات المطلوبة لممارستها وتجدر الإشارة إلى أن الدليل المرجعي هو الأدات المحورية لتبير توقعي للمواريد البشرية من خلال تحديد مختلف الوظائف والمهام المطلوبة وحصل المهارات الواجب اكتسبها لممارست الوظائف ومن جهة أخرى تترصد الوزارة سنوياً ميزانية مهمة تتخصص لبرنامج تكوين المستمر في عدة مجالات تتحدث إلى تمكين الموارد البشرية من تطوير الكفاءات ديالها والرفع من قدراتها بغيات تثمين رأس ما البشرية للمصالح المركزية والخارجية وذلك في إطار سياسة اللات المركز الإداري والجهوية المتقدمة وكذلك تسريع وثيرات رقمنات الخدمات المقدمة للمرتفقين من جهة أخرى تتقوم الوزارة في إطار الحركية للموظفين عن الإعلان عن المباريات لشغل المناصب مسؤولية الشاغرة بمختلف مصالحها ولسيما لمصالح الخارجية وباش نحفز الموظفين تتقوم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لإشغال عموميا من تقديم جمعة من الخدمات الاجتماعية لفائدات منخلطها ودوهم وبغيت نشير أيضا إلى أن الوزارات تولي اهتمام خاص للحوار مع الشراكاء الاجتماعيين حيث تعقيدوا بصفة دورية اجتماعاتها مع الهيئة النقابية الممثلة بالوزارة وشكرا